تهديدات انتقام ومخاوف من تصعيد عسكري بين طهران وحلفائها من جهة وتل أبيب من جهة ثانية وجهود دولية مكثفة تبذل لنزع فتير انفجار إقليمي محتمل إذا ردت إيران على اغتيال رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر وعلى ضفة لبنان وبينما تستمر جبهة المشاغلة في الجنوب على وطيرتها التصعودية يتنام القلق على مختلف المستويات من ارتدادات أي رد ورد مضاد قد يخرج الأمور عن قواعد الاشتباك المعتمدة صعودا وهبوطا غدات طوفان الأقصى في الأثناء عشرات العائلات أخلط مساكنها في الضحية الجنوبية في إجراء وقائي تفاديا لأي فوضى في حال وقع الأسوأ استنفار قلق ترقب وتحسب للأسوأ ظلال تطغى على المشهد اللبناني في الشارع وخلف المقرات الرسمية بانتظار الرد على العدوان الإسرائيلي المزدوج الذي طالت ضحية الجنوبية لبيروت وتهران لبنان ومعه سائر المنطقة يعيش أجواء حرب ومؤشراتها من دون أي معطى عن كيف ستكون طبيعتها أو طبيعة الرد المنتظر التحذيرات تتصاعد وتتوالى إلى مغادرة البلد الواقف على شفى حرب من دول وسفرات على اختلافها سارعت إلى حث رعيها على مغادرة لبنان على الفور كذلك علقت شركات طيران أو مددت تعليق رحلاتها إلى البلد فعج مطار رفيق الحرير الدولي بالمسافرين والمغتربين الذين قرروا العودة أدراجهم إلى البلدان التي أتوا منها الترجحات بساعات ساخنة آتية تتقدم الصورة وبحسب مصادر مطلعة لرؤية رد حزب الله سيكون حتميا بهدف استعادة الردع وعدم تمرير استهداف الضحية الجنوبية ولكن في الوقت ذاته دون أن يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى وذلك مرهون برد الفعل الإسرائيلي على وقع هذه الترجحات كشفت تقارير عن إخلاء مئات العائلات مساكنها في الضحية بالتوازي مع خطط طوارئ جاهزة للإخلاء وضعها الثناء الشيعي أي حزب الله وحركة أمل وأبلغت الجهتان تفاصيل الخطط للأهالي تفاديا لفوضى قد لا تحمد عقباها في وقت الشدة وفي البال استهداف الضحية الجنوبية ذات الاكتظاظ السكاني ومعقل حزب الله ومقرات مؤسساته الصحية والاجتماعية والسياسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب تموز 2006 القصف الممنهج آنذاك دمر أحياء ومساكن في الضحية وهجر سكانها كما طال مدرجات مطار رفيق الحريري وبالعودة إلى الاستنفار الرسمي اللبناني اتخذ القطاع الصحي تدابير استثنائية لجهة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والكادر الطبي وفي القطاع الغذائي تقول مصادر بوزارة الاقتصاد لرؤية إن مخازن السوبرماركت امتلأت وحتى الدكاكين الصغيرة في كل المناطق خصوصا في حال اندلعت الحرب بعد الرد المنتظر ساعات حاسمة تتسارع فيها وطيرة الاتصالات السياسية والديبلوماسية في محاولات قد تكون الأخيرة لتبريد كرة النار وتجنيب المنطقة حرب شاملة من بيروت جوانا نصر الدين رؤية